مرحبا يسعد لي صباحكم كالوقاتكم متابعيني الكرام وصفتنا اليوم بريوش بعجينة بتاخد العقل وهش وخفيف مثل القطن وبطريقة كتير سهلة وكتير طيب وناجح مليون بالمية جربوا هاي العجينة ورح تتفاجأوا بالنتيجة الرهيبة وهلا تتابعوا معي الفيديو للأخير وانتبعوا على كل المراحل المقادر على الشاشة بتلاقوهن كمان بصندوق الوصف اول مرحلة منحط ببعاء كوبين حليب دافي ومنضيف على الحليب 10 معالق كبار سكر بيعادلوا تقريبا نصف كوب طبعا هذا البريش بتكون طعمة السكر واضحة فيه وملعقتين كبار ممسوحات خميرة ومنخلط شوي وبعدين منغطيهم ومنتركهم لمدة 10 دقايق أو حتى تتفاعل خميرة وبعد 10 دقايق منضيف ربع كوب زيت وحبتين بيض وملعة صغيرة مليانة محلب هذا شكل بزور المحلب طبعا فائدة المحلب يعطي ريحة وطعمة طيبة للمخبوزات وملعة صغيرة بيجينج بودر ونصف ملعة صغيرة ملح ومنخلط شوي وهلأ منضيف من 6 ل 7 أكواب الطحين ومنضيف اللطحين تدريجيا حسب الحاجة ومنستمر بإضافة اللطحين ومنعجن حتى تتشكل عنا عجينة نعمة بطرية كتير ونحن عم نعجن منضيف 50 جرام زبدة ومنستمر بالعجن لمدة خمس دقايق طبعا ممكن تعجنوا العجينة بالعجانة بس أنا حبيت عجن لكم ياها بالإيد وأرجيكم كيف تنعجن بالإيد بكل بساطة وهيك العجينة صارت جاهزة لحظه قوامه لازم يكون طريب يلزق بالإيد وهذا هو يصرها شاشة البريج ولازم تكون عجينته طرية بهذا الشكل وبعدين منمسح الطبق بالزيت ومنمسح العجينة كمان حتى ما تلزق بإيدنا ومنحط العجينة بالطبق ومنغطيها بنيلون وقطعة قماش ومنتركها تختمر بمكان دي فيه لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها وبعد ساعة لاحظوا شكلها عن جد بتاخد العقل ومناخد العجين بدون عجن ولاحظوا قوام العجينة بكل مرحلة وبعدين منرش على سطح العمل شوية تطحين ومنحط العجينة ومنقطعها لكرات متساوية ومنكورها بهذا الشكل ومنحطها على الطرف ومنكمل كمية كلها بنفس الطريقة وطبعا حجم القطع بيرجع حسب الرغبة وهيك صاروا جاهزين وبعدين منحط الكرات بصينية فيها ورقة زبدة ومسبت الورقة بشوية زيت أو ممكن صينية مدهونة بالزيت بس كمان بتصير ومنحط الكرات بشكل متباعد شوي عن بعض وبعدين منغطيهم نتركهم يرتاحوا لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمهم كمان وبعد ساعة ندهنهم بخليط مكون من بيضة وملعة كبيرة حليب وملعة صغيرة نس كافية طبعا منحط النس كافية من شانزة نخيط البيض وطعمته أبدا ما بتأسر ومنخلط ومندهن القطع كتير منيح ومنرش على الوشي شوية سمسوم وبعدين على الفرن منحطهم بالفرن محمم مصبقا على الرف الوسط على درجة حرارة 220 النار من تحت بالبداية بيغضوا وقت تقريبا حتى يستوه من تحت 15 دقيقة وحسب الفرن وبس يستوه من تحت منشغل النار من فوق ومنحمر الوش وهيك صاروا جاهزين والريحة بتاخد العقل ومندهن المباشرة بشوية قطر أو شيرة ومنرش على الوش جوز الهند وبيتقدموا صحة وألف عفية وهلأ لاحظوا الهشاشة وماشاء الله روعة 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 عجينة قطنية وبالدوب بتتمو خفيفة وطعمة كتير طيب وبنصحكم نجربوها وعنجدها الوصفة من أربع وأنجح الوصفات وهي صينية تانية عملتها قبل بيوم وبصراحة ما بينشبع منه وهيك خلص الفيديو لليوم بتمنى يكون عجبكم ولا تنسوا تبعاتوا لي صور تطبيقاتكم على حساب الانستجرام راح أطلقون حساب الانستجرام بصندوق الوصف ولا تنسوني كمان من اللايك والشير والاشتراك بالقناة وبشوفكم فيديو جديد يلا باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر